السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم حبايب ايش واخباركم معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf طبعا مبارح انا نزلت لكم ع صفحتي على الفيسبوك صور كرتونية الي صورتين وحكيت لكم اذا كنتوا حابين تعرفوا كيف عملت هيك احكولي عشان اشرح لكم الطريقة فاليوم ان شاء الله جايين نحكي عن طريقة تحويل الصور الى كرتونية باستخدام تليفونك الاندرويد بكبسة زر واحدة فقط فاذا كنت مهتم وحابب تعرف كيف خليك معي ويلا نحكي بسم الله ونبلغش في الشرح اهلا وسهلا فيكم اخواني عشان اتحول صورك الى كرتون انت محتاج له التطبيق اللي اسمه Moment Cam بامكانك نزله من الجوجل بلاي بشكل مجاني او من خلال مدونتي ورابط التدوينة تحت الفيديو بالوصف المهم بعد ما تنزله من الجوجل بلاي او من المدونة نفتحه زي ما انتوا شايفين بيفتح معنا به الشكل طبعا رح يعطيك مقدمة انت بتتخطاها بعدين بتختار اول خيار اللي هو Create Cartoons طبعا لازم تكون متصل بالواي فاي انت انا بما ان استخدمت البرنامج سابقا اعطاني صورة اللي انا صورتها بس انت رح يطلع لك اشي ثاني رح يحكي لك كيف تصور انه باي طريقة من اي زاوية وكيف تكون الاضاءة بيحكي لك انه لازم تكون الاضاءة جيدة نوعا ما المهم حاليا رح اضغط على وجهي انا واختار اني اغيره من خلال اني اكبس على اول كبسة على اساس اني افتح الكاميرا طبعا تنصدموش من شكلي من مبارح مش نايم انا المهم اوكي نختار Take a Picture طبعا بتحاول انه تخلي الدائرة هاي لع الشاشة على وجهك بالزبط خلينا نشوف كيف اوكي بعد ما صورنا زي ما انتو شايفين بيحكي لك حدد لي العيون والثم هم رح يكونوا محددين جاهزات اذا كنت انت مصور بشكل صحيح فاذا كان مصور بشكل مش صحيح حددهم مصبوط بعدا اختار الجنس من تحت الازرق اللي هو male ذكر الاحمر فيه male انثى نختار male بعدا بحكي له اوكي وزي ما انتو شايفين تم تحويل الصورة بنجاح الى كرتونية طبعا لو تسحب لليمين راح تشوف اشكال اخرى للكرتون اللي انت اخدته زي ما انتو شايفين او هيك او هيك او هيك او هيك او هيك ممكن طبعا فيه اشكال كثير المهم ما علينا اذا كنت حاب انك تاخد صور اكثر بامكانك تكبس على الوجه بعدين تختار الكاميرا وتصور حالك وتعمل صورة جديدة المهم ما علينا في بعض الصور بيكون فيها اثنين بامكانك تصور اثنين وحتى في بعض الصور فيها اربعة وخمسة خلينا شوف كيف مثلا في عندك هاي الصورة زي ما انتو شايفين هاي صورتي انا ورا اللي هو العريس نضغط على صورة البنت بامكانك تكبس هون على الكاميرا وتختار take a picture كمثال انك تصور صورة وبتصور شخص اخر فبصير عندك هون شخصين انت والشخص الاخر اللي صورته برضو في عندك اشي ثاني حلو بامكانك تدخل هون على designs وتختار الاشياء اللي بدك ايها مثلا التصنيفات اللي بدك ايها في عندك هون love في عندك mood في عندك sports خلني اختار sports مثلا اشي مرتب يعني مش عاطل مش بطل في عندك اشي ثاني لو نرجع لورا بامكانك تختار هون emotions زي ما انتو شايفين رح يطلع لك هاي الاشياء طبعا كل اشي بامكانك انك تعمله save وتشير وين ما بدك مثلا بختار هاي بامكاني اعمل save او بامكاني اعمل share اما على المسنجر او الفيسبوك او تويتر او شغلات اخرى في عندك اذر هون زي ما انتو شايفين هاي funny في شغلات كثير حلوة لو نرجع لورا في عندك هون لو ندخل على cartoon مرة ثانية او create cartoon مثلا في عندي هاي الصور انا حاب ان اشاركها مع حدا في عندك كبسة save share بالاعلى نكبس عليها بحكي لك save to gallery انه تم حفظ الصورة عندك في الاستوديو وفي عندك تحت بالاسفل خيارات بامكانك تعمل share لهاي الصورة على الواتساب على الفيسبوك على المسنجر على الانستجرام على تويتر او بامكانك بكل بساطة انك تدخل على الاستوديو تبعك زي ما انتو شايفين اسمه moment cam على الاستوديو بامكاني ادخل على الصورة واعملها share من هون على المكان اللي بدي اياه فبامكانك تعمل كثير شغلات وكثير صور فقط من صورة واحدة على هالبرنامج البرنامج كثير ممتاز وعجبني البرنامج كان اقتراح من احد الاشخاص العزيزين علي المهم ان شاء الله ما اكون طولت بالفيديو وان شاء الله يكون التطبيق عجبكم اذا عجبكم التطبيق وافاتكم وتسليتوا بهالتطبيق ياريت تدعمون اذا كنتوا شايفيني بستاهل الدعم like share subscribe favorite اذا كنت شايفني ما بستاهل الدعم اعمل dislike للفيديو وحكي لي ايش اللي ما عجبك عشان المرات الجاي ما نغلط نفس الغلط وما يعجبك الفيديو كمان مرة زي ما حكيت بامكانك نزل التطبيق من خلال مدونتي او من الجوجل بلاي لك الخيار وحكمة اليوم بتحكي لك never stop dreaming يعني ظلك احلم وما تخلي حدا يوقف احلامك هاي اللي انت بتحلمها فاتمنى للجميع انه ربنا يحقق لهم امنيهم وشكرا لمشاهدتكم كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته